بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ازايك يا بنات عاملين ايه اتمنى يا رب كونوا دايما بخير النهاردة ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده حبيبي هنعمل احلى والاز واطعم كبوريا سهلة وبسطة جدا وهتعجبكوا باذن الله طريقتنا طريقة سهلة وبسطة جدا ومعادير بسيطة جدا 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 ما هنجيبش حاجة من برا غير الكبوريا بتاعتنا شايفين يا بنات منظرها حاجة كده روعة 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 وزي الفل شايفينها بسم الله مشاء الله ازاي هنسلوها وازاي هنتخلص من الزفارة بتاعتها وازاي هنتخلص من الرمد بتاعتها تعالوا معنا مع بعض كده نشوف احنا هنخسلها كويس جدا ونتخلص من الزفارة ومن الرمد ونشوف مقادرنا ازاي ونشوف هنعمل الكبوريا الروعة دي ازاي يلا بينا ندخل على الفيديو الكبوريا بتاعتنا هيا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده انا نقعها في مية وخل ولمون غسلتها كويس جدا واشتلت الغطا بتاعها اللي في الظهر دا اللي انتوا شايفينه دا انا شايفينه دا وعشان دا بيبقى في قلبه رمل وبيبقى في الزفارة في الكيس الكيس الرمل كده بقوا ما شيله وشلت الغطا وغسلتها كويس جدا جدا شايفينها بسم الله ما شاء الله هي صغيرة مش كبيرة اوي بس ما شاء الله تقيلة فقلبها لحم يعني ممكن تجيبها كبيرة وتلاقها فاضية بس دي ما شاء الله عجبتنك من ناس صغيرة وتقيلة يعني ايه ملانة ما قدرنا بسطة وسهل خالص معانا طرنشاط بصل ومعانا توم مفروم ملح فلفل اصمر مستيكا حبهان بهارات السبعة ومعانا بهارات السمك ومعانا الكبيرية بتاعتنا بعد ما غسلتها ونقعتها خمس ست مرات في المية عشان تتخلص من الرمل اللي فيها وارجعت صفتها وبقت معايا زي الفل ومعانا طماطم وطرنشاط فلفل هننزل كده في الحل بتاعتنا بحوالي معلقتين زيت وهننزل بالكبوريا بتاعتنا سهلة جدا يا بنات ما هتاخدش منك وقت خالص زي ما انتوا شايفين نزلنا بالزيت وقعدنا نشوح نشوح بقى كده حوالي دقيقة كده في الزيت وبعد كده يا حبايا بقلبي لقدنا المقطع ده اللي اتحزف منا غصبا عني هننزل بالبصل والطماطم والمستيكا والحبهان والورق اللورة وكل المقادير بتاعتنا هننزل على طول زي ما انتوا شايفين كده وبعد كده حبا ان انت تسويها على البخار زي ما هي كده وتروح مغطيها ومهدية النار وسايبها حبا ان انت تحط ميا عادي حطلها نربع كباية ميا او نص كباية ميا زي ما انا عملت كده وغطى عليها واثبها كده مع نفسها بقى وقى وهتلاقيها زي العسل وكده حبايا بقلبي زي ما قلتلكم اخدت مننا حوالي عشر دقايه بعد ما غلت الضيط النار وسبتها تستوي كويس جدا جدا اسهل حاجة ممكن تعملها لأولادك سهلة وبسطة جدا جدا وفي نفس الوقت جميلة وطعمها لزيز اهم حاجة في الكابورية ان احنا نتخلص من الغطأ اللي ورا داي بنات لان بيبقى فيه رمل وبيبقى فيه زفارة وبعد كده تاكل وانت متطمنة ان انت تخلصت من الزفارة بتاعتها وزي ما انتوا شايفينها زي الفل معنا وحاجة كده تفتح النفس بسم الله ان شاء الله سهلة وبسطة جدا يارب تعجبكو شايفينها يا بنات جرباها بالطريقة دي وان شاء الله هتنال اعجابكو شايفينها حاجة عسل 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 يارب الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكو ما تنسناش بقى في اللايك وشيرو لأول مرة تدخل القناة اعملوا اشتراك لوصفاته اكلاته المصمر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة